السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ سنة الثانية باكدوري علومي اقتصادية ما زلنا في سلسلة الدروس الإيكونومي جنغاليوم سنتعرفو على واحد نوع من سياسة واحد نوع من سياسة اقتصادية اللي كاستخدم الدولة باش تحكم في الاقتصاد وهذا السياسة هي la politique monétaire أو السياسة النقدية هذا الأول حاجة سنتعرفو عليها هي la politique monétaire الديفنيسيون الديفنشون الديفنيسيون الديفنشون 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 اللي كتتأسس على توفير واحد لحد من السيولة وبالخلاله كتأدي بنا هاد السياسة النقدية كتأدي بنا الى تحقيق واحد نوع من الاستقرار في الاختصاد اشنا مولي زوبجيكتيف ديال البوليتيك مونيتيخ يعني الاهداف ديال السياسة النقدية عند هذي زوبجيكتيف انتغميديا او ممكن نسموها اهداف وسيطية يعني اللي هي الاهداف اللي كتأدي بنا باش نحقو الاهداف النهائية هذ الاهداف الواسيطية او اللي زوبجيكتيف انتغميديا لكيتحط لكم نهر المتاح الوطني يعطيوني كيسولوك مثلك يعطييني بعض اللي زوبجيكتيف انتغميديا ديال البوليتيك مونيتيح عندنا la croissance de la masse مونيتيح عندنا le niveau de taux d'intérêt nominal وعدنا la stabilité du taux de change يعني استقرار الى السعر صرف العملة هذا الأهداف تؤدي بنا لتحقيق الأهداف النهائية اللي كينيف لكاغي ماشيك اللي شفناه في الحلقة السابقة هذا الأهداف النهائية ديال السياسة النقدية كتمثل في أي بلاد تريد ترفع من معدل النمو ديالها إذن محاولة الرفع من معدل النمو الاقتصادي الابجكتيف الآخر يعني يعني معدل التدخم يعني الهم ديال الدولة أنها تنقص من طو دينفلاسيون يعني ما يكونش عندنا واحد معدل ديال التدخم الكبير وكما كان عرفوا أن التدخم هو واحد ارتفاع مستمر وعام في الأسعار أذور الدولة كتحاول أنها تحقق هدف ديال أنها تنقص من لتو دينفلاسيون لتو ديالشوماج هنا لتو ديالشوماج الدولة ما غاز بغيش ترفع من طو ديالشوماج بالعكس ستحاول أن تنقص من طو ديالشوماج وهذا حتى هو هدف من أهداف السياسة النقدية وأخيراً لدينا الإيكليميق بالانس دي بايمون بالانس دي بايمون يعني صادرات خاصة من يكونوا كبر من الواردات يعني الدولة خاصة دائماً لكو عندنا واحد الفائد يعني واحد الاكتفاء داتي اللي غادي ومن بعد غاكون واحد الفائد باش تصدره للخارج وغادي جيب لنا العملة الصعبة إذن الإيكس بورتاتيو يجب أن يكونوا كبر من الإيكس بورتاتيو الصادرات كبر من الواردات إذن هذا ما ليزو أبوكتيف فينو أو الأهداف نهائية ديال البوليتيك مونتاخ إذا كنت تحقوا هذه الأهداف يعني سنشوفوا نحن في شما السيتياشات ونحن كاينين إذا كان الدولة في واحد thoughtation ديال بوليتيك مونتاخ يعني إذا كان الركود الاقتصادي الدولة خصت غلانسي الأيكونامي باش غلانسي الأيكونامي باش ترفع من الطلب للا دو موند غلوبال إذا لم ترفع من للا دو موند غلوبال وهي كيكون عندها واحد موشكي ديال السوء لكيديدتي أو ديال البيزوان ديكيديدتي دونك خاصة توفر سيولة النقدية في السوق أو في سوق العملة باش شركات يديروا متاني يأخذوا ديك خيدي بار اكزامل ويديروا استثمارات والناس غتخدموا بتالي غترتافع عندنا لادومات هدول كيباش غتدير الدولة باش ترفع من 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 لكيديدتي و باش تغلانسي للكيكون عندنا المشكل ديال السوء لكيديدتي الريسك اللي كتعاني منه الدولة في هدل السوء لكيديدتي والفخيناج ديال الاكتيفيتتي ايكونومي كيكون عنده واحد ركود اقتصادي ما كيكونش عنده الاستثمار وبالتالي كيكون عنده الشوماش مرتافع باش توصل الهدف النهائي ديالها الدولة غت تستخدم مجموعة من من الاهدف وسيطية مثلا عندنا لباس دو التود انتغي ايدان لنقص لتود انتغي عند الابنك يعني للشركات يعني غاي ولي ياخدو دي كريدي باش ديروا الانفستيسمو وبالتالي الناس غادي خدمو وبالتالي غاينقص عندي الشوماج والناس غادي إلا كانتوا دين تغي عند لبانك قليل الناس غادي ياخدو دي كريدي وبالتالي غا تزاد عندهم لكونسوماشون وبالتالي الطالب غادي ارتافع وبالتالي إلا ارتافع الطالب غا نحتاجوا بزاف لباتتو الازين وبالتالي الإنتربيز وبالتالي الإنتربيز غا يخلقوا فرص الشوال وبالتالي الشوماج غادي نقص دوك عدنا الهدف الآخر لغمونتation للا ماس مونيتاق إذا عدنا مشكلة لسوال لكيديتي بزوان لكيديتي إذا خاصنا نوصل نحل حل هد مشكلة بار لغمونتation للا ماس مونيتاق يعني لا ماس مونيتاق باش نوصل أخيرا لالأبجيكتف فينو لي هما يتم تحقق الأهداف الأنمانية ويصدرات عمليه هذه هي في حالة الركود اقتصادي ماذا هي الطاقتة التي ستستخدمت الدولة لتحقق هذا الأهداف النهائي والتي أتحقق عمليه أو الطاقتة عمليه الآن تجعل الطاقتة أن تقص من الضوار المحاصر سيقص من الضوارات ومن الضوارات والضوارات التي تفرض لأبنك المغرب مثلاً على الأبنك التجارية بしい البنك الشعبي بح لبنك الشعبي أو listen إذا البنك المغرب يقتصد على الأبنك التجاري yasي لطو دريركتور والأبنك التجاري يفردون على المناج والألظام الإCT إذا إذا نقصت الحكومة من الطو ديركتور ậy النقة والشركات ست ي Olympic تحاول أن نقص أيضاً من سعر الصرف العملاء. وكتبع عملية الـ Open Market. يعني لاشا دو بون دو تخيزور. لذلك يجب أن تستعمل الحكومة لكي تحاول ترفع من الليكيديتي. إذا كان لدينا مشكلة للسو الليكيديتي. ندوز دابان المشكلة للسو الليكيديتي. ندوز دابان المشكلة للسو الليكيديتي. يعني ريستريكتي. سياسة كيماشية تسمى اللغة العربية. إذن مشكلة لدينا هو السو الليكيديتي. الريسك هو الانفلاسيون أو ارتفاع الأسعار. الانفلاسيون هي فلوس كثيرة كالدور في الإيكونامي. إذن الحكومة تحاول تنقص مع هذه المشكلة للسو الليكيديتي في الإيكونامي. إذن مشتوصل لهاد الهدف هذا خاصها تبع واحد الاهدف وسيطية. أو أوجيكتيف انترميديا. ماهما؟ اللي هما لوغمونتازيون ديال التودان تغيي. إذن الدولة إلى رفعات من التودان توديريكتور مثلا. الأبناء غير رفعه من التودان تغيي. وبتالي الناس ما غير يقتوش ديك خيديو. وبتالي الطالب غاد ينقص. وبتالي ما غادتوخاش عدنا السو الليكيديتي في البلاد. اللي بيس دو الماسمويتر. حتى هو من بين يعني الوغيكتيف انترميديا. باش المسلول الوغيكتيف فينال اللي هو الستابيليتي دي بري. اللي كيفاش غانديرو. غادين رفعو من تو دو غيزيرف اوبليغاتوار. غنرفعو من تو ديريكتور. وغنرفعو من تو دو شانج. وغانديرو لغيبخيز دي لكيديتي. وكالفاصيلتي دو ديبو. هادي مجموع الوسائل اللي كتستخدمها الدولة. باش تحكم في السياسة النقدية. او كيستعملها بنك المغرب باش يتحكم في الكمية ديال النقود. اللي كيسيركول عني كونومي. وكا ممكن انها تدير ايضا. لزوبراشون ديالو بالماركت. انها تبيع ديبان دي تريزار. هادي مجموع الوسائل او لزنسخيمة. اللي كتستخدمها بنك المغرب. باش تتحكم في الكمية ديال النقود. اللي كينا في الإيكونامي. و باش تحدم المشكي ديالا سيغ. اللي كيديتي. بهادا غل كونو سانينا الدرس ديال. البوليتيك مونيتر. كنتمنى ان كنت تكونوا استفتوا من هذا الفيديو. ما تنسوش تبارتاجوا الفي فو زميد. ديروا لايك. شاركوا في القناة باش توصلوا دائما بجلد ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته.